اهلا بكم مشاهدينا في بودكاست موسم جديد ضيوف جدد مواضيع جديدة وكل موضوع فيه نوع من الخصوصية فيه نوع من الفائدة فيه نوع من الحوار اللي ان شاء الله يكون مفيد لنا ولكم هذه الحلقة فيها خلينا نقول فارس فارس امتطى حصان الابداع العلم التكنولوجيا خلال هذا الامتطى وصل الى درجات عليا وجوائز بلغت اكثر من 22 جائزة بين ابتكار واختراع ومشاركات دولية في عدد كبير من المحافل الدولية المختصة بالجانب او جانب الاختراع فارسنا في هذه الحلقة من بودكاست تلفزيون حضر موت هو المهندس فهد باعشن فهد باعشن شخصية طموحة المثابرة المحبة لمدينته المكلة لم يرضى لنفسه ان يكون وحيدا بل صنع من اجيال اليوم ان شاء الله يعني نجد فيها المستقبل الواعد خلال مشروع كبير نتعرف عليه في هذا البودكاست الحلقة ان شاء الله تكون على قدمة تحدثت بها في البداية لكن دعونا في البداية نقول اهلا وسهلا بالمهندس فهد باعشن اهلا وسهلا لكم ان شاء الله المهندس فهد باعشن اليوم ضيف في اول حلقات بودكاست تلفزيون حضر موت اه موسم جديد وضيف جديد وموضوع جديد واكيد المشاهد والمستمع ايضا حاب انه يتعرف على المهندس فهد باعشن اذا قلت لك في سطور قليلة من هو المهندس فهد باعشن ايه طبعا فهد باعشن هو احد مواليد مدينة المكلة من منطقة ديس المكلة من عام 1980 شهر 6 درست في مدارس حكومية الزهرة واكتوبر وبن شهاب وهو احد الابناء هذه المدينة الجميلة اللي حب هاد المدينة وحاول بقدر الامكان انه يعيش بمرها وحلاوتها في هاد البلد ونطمح نحن نطمح ان نحن نكون لنا دور كبير جدا في هاد المضمار والمجال حقنا وبحيث ان نكون قدوة للجيل القادم في هاد المشروع احنا قلنا في البداية البطل فهد باعشن قبل البطولة في الحديث عن البطولة خلينا نتعرف على طفولة فهد باعشن لا يمكن ان يكون هذا الموضوع اللي اليوم نحن نتكلم فيه الاختراع بشكل عام واللي بناخد فيه حيز كبير من الحديث بشيء من البساطة لكن في طفولة المهندس فهد باعشن كيف بدأت هذا الشغف؟ كيف كانت البداية؟ انا نميت كنمو الطفل عادي موجود داخل هذا اي بيت موجود يمكن يلاحظ هذه الملاحظات كتير من الهالي بس ما يعطونها اعتبار في ابنائهم يعني كان عندي يعني كل طفل له ميزة معينة في من ابنائنا تحصلوا لكن يحتاج الى ملاحظة شديدة من الابوين وايضا الامكانيات اللي ممكن يوفرونها اذا كانوا اوعوا فكرة ان هذا الشخص ممكن يستفيد منها كان حب الفضول هذا دائما اللي موجود عندي اللي متميز بوانا كان يستغربوا من تجميع الى اي قطعة حديد او يعني اجزاء من باقي الاجزاء ونجمعها في علب الباقي المربع هذا ايوه فكانت تفضل علب المربع اخذها وابدأ نجمع فيها تراكمت عندي كميات كبيرة حتى الان نشوفها موجودة موجودة حتى الان نشوفها يعني تذكرنا بالمستقبل حتى لما نخرج للشارع ونرى القطعة هذه كأني عندي شعور كده في هواية تجميح هذا القطعة المعدنية من الخرزات من السكاريب بس غريبة انا بالنسبة لي ادركت انه بعدين انه هي عبارة عن لابد ملاحظات هذه اللي يلاحظها الولي الامر وينمي فيها بس هي سبحان الله ربما هي اقدار يسوقها الله لناس معينين يمشوا مشوارات معينة وهذا المشوار ربما تيه عراقل كثيرة كثير منهم يوقف في وسط الطريق ظروفه الاجتماعية ما تساعدوا ان يكون دراسته هاي يمكن حالة الاجتماعية ما تخرجه من يحتاجي ان يخرجي للعمل يضيع هذه الموهبة في كتير من المدارس للأسف اعتنا تجاربي وخروجي للمدارس وجدت انه البلد تملك كنوز لكن التراكم والتسلسل التعليمي الروتيني يقتل هذه الابدعات بناخذ المجال هذا في التعليم بحاجة مهمة جدا في هذا البودكاست ان شاء الله بينه وبينك لكن انت في الطفولة كنت فوضوي كنت حبي يعني الشغب يعني البيت كده منزعجين منه يقولوا هذا الحين هذا يدخل لنا في الدار بالقرابيع والاشياء اللي ما لها داعي وكل حاجة يشوفها في الشارع يجيبها كده يتأذونها للبيت ولا تلاقيهم العكس يعني كانوا مشجعين لك أنا بالنسبة لي فيه استقبال لأننا نحاول نوضع الأماكن اللي ما يستفيدوا منها مثلا فتحات الدرجة اللي تحت نحاول ان هذه الأماكن تكون كأنها المجد دائما حصلونا داخلها ونا هادي جدا هادي ومنطوي كنت مش مجتمعيا ولا مشاوه وكنت ما شاء الله يعني بس يعني من الفئات اللي يعني حساسة وعندها قدرة على تشعر بالمشاعر والآخرين انا اعتباري أنا الابن الأكبر موجود من من الأسرة في بنت قبلي صح لكنها كنت أنا من الدكون لكن ما شاء الله يعني كنت يعني حالتي هادي ومستقرة في جانب الافتراع كان هناك نوع من التشجيع في نوع من فتحيير الوالد والوالدة إنهم كانوا يعني هم البداية أيها أعطال الله عمره إن شاء الله ويهي المهندس آمي إن شاء الله المهندس فهد عبدالله باعشن هذا المسمى تحية الوالدك أيضا خلينا نقول خلينا ننتقل من مرحلة الطفولة إلى خلاص أنت الآن مخترع يشهد لك الجميع حسد على جوائز كثيرة أنا قلت في البداية أنه أكثر من 22 جائزة مش عارب كم العدد أعتقد أنه تجاوز الـ 25 و 26 أعتقد بكثير من هذا من هذا العدد فوصلت وإحنا فخورين بهذا الشخصية فخورين أنه في شخص من اليمن من حضر موت بالخصوص أنه يكون حائز على هذه الجوائز ومشرفنا في محافل دولية ولا يعني يعني يعلن بأنه مخترع وهذا الشيء يعني أرفع من الابتكار يعني بشيء كبير فأنت تميزت بحاجة لم تكن موجودة في الوجود حددنا على هذه الجوائز خلينا كذا نعيش اللحظة السعيدة اللي كنت فيها في هذه الفترة طبعاً قلت لك هذه الإنجازات والشهادات الموجودة ما جات هاكذا يعني من الكسل ولا من لكن هي قلت لك هي عبارة عن جهود صادفة أقدار يعني ما توجد قدوات كانت مسابق نحن نلجأ لها المراكز التعليمية كانت مش مستوعبة الفئة هذه نهيا من ناحية من القطاعات الحكومية أو الخاصة وكانت الفئة هذه تعتبر دائماً مهمشة حتى يطلق عليها من دوات الاحتياجات الخاصة جميل يطرحونها من ضمن الفئات هذه فتحتاج إلى بيئة مناسبة بيئة مستقلة ممتاز فلكن هي سبحان الله كل اختراع بدأ بتحدي والتحدي هو كان أول تحدي لي كان في مشروع تخرج حق الجامعة كان تحدي بينه وبين الدكتور المشرف على مجموعة أخرى كان مصري فكان هذا المصري الدكتور محمد السبع اسمه مصري كبيب بروفسور فجابته جامعة حضره موت في سنة ثالثة ورابع وكان من ضمن مشاريع التخرج كان هو مشرف على مجموعة أنا مشرف وأنا جزء مع مجموعة أخرى فلما شاف الأفكار اللي موجودة معي حتى هو في النهاية قال لي أنت ما أنت سهل يعني هنا بذال ليش يعني هنا بالنسبة لتحدي كان في إطار إيجابي إنه نتبت إنه بالفعل عندنا شي جديد نقدر نضيف تكنولوجيا نضيف التحكم عن بعد كان مشروع هاق التخرج هاقنا دكات صنعين بيوت المنزلية الدكية جميل وبعدها جاءت تحدي لما شفنا برنامج نجوم العلوم في قطر أول موسم له في 2008 مع كارتة سيول أنا في فندق الدوحة وسيول إجتاحة محافظة حضرموت وغرقة حضرموت ذكرى أليم كانت على حضرموت في الأول بالفعل أنا كنت في الفندق نشاهد هذا المنزل كانت أختاروا من 5600 مخترع أختاروا أفضل 500 مخترع في العالم العربي كنت أنا من ضمنهم ومثلتهم في توليد الطاقة عن طريق الموكيت اللي ولد كهرباء كانوا مندهلين جدا حتى اللي عضو من لجنة التقييم كان يملك 560 براءة اختراع من أمريكا كان مندهل من فكرة الموكيت كيف بينتج كهرباء بعدين بالطريقة اللي اشتغلتها فلكن هو كان برنامج سلسلي يعني واحد يفوز من المية من المية أنا طلعت من المية بعدين تم تصفيتي إلى العشرين بعدين تم تصفية إلى واحد شخص لكن شوف بعدها تحدية طبعا هذا قبلها كان اندمجت معاه شخصية ملهمة وهو المرحوم هاني بجعا أظن أن هذا المرحلة اللي طرحت رجلي الصح في الموقع اللي رغمنا نفرب بيني وبينه 9 سنوات يعني هو يعتبر استادي وزميل في نفس الوقت فحصل مشوار الانطلاق الكبرى بعد اندماجي ومعرفتي بو في السنة الرابعة من الجامعة وهو أصلا كان في إداعة المكلة كان في محطة البت الإداعي فيه في دائرة الهندسي فكان تطبيق الصيفي عنده وتعرفت عليه وكأنها كانت صدفة وفرصة يعني بنفس الوقت هي كان صدفة أنه تعرفت على شخصية بحجم المهندس هاني بجعاله عليه رحمة الله وفرصة أنك يعني أنهلت منه الكثير بنتعرف على المهندس هاني بجعاله في خلال الحوار هذا لكن خلينا نقول هالسلطة المحلية قدمت الدولة بشكل عام قدمت الشيء الكبير للمهندس فهد عبدالله بعشان أنت في البداية قلت أنه ما كان فيه هناك إيمان أصلا بشيء باسم اختراع لا مرحبا يعني يمكن الخطوة الأولى كانت عبارة عن خطوة تجالية وفرصة أوصلتك إلى قطر وبعدها كانت تحديات بينك وبين نفسك ربما قد يكون فيها المهندس يعني بجعال أحد الأشخاص اللي خاضوا التحدي معك لكن إلى هذه اللحظة هل الدولة قدمت شيء للاختراع بشكل عام والله الدولة كان دعمها كان لويستي متواضع جدا وبقدر الإمكان نحن كنا مقدرين هذا الوضع بحسب الاحتياج اللي كانوا يعطون الأولوية للاحتياجات الأكتر أهمية نحن نعتبروا نحن هي آخر أولوياتهم في هذا المشروع رغم أننا نحن نمثل أكثر من 30 مليون يمني في هذه المحافلة الدولية ونرفع علم البلد ونفتخر أن نحن نمثل وطن ربما لا يعرف الكثير عنه شيء في سويسرا كانوا يسألون نحن وين اليمن هذا كانوا يعرفوا المملكة العربية السعودية وما تحتها ما يعرفوا موقع اليمن حتى في الخارضة فوضحنا لهم أننا جنوب المملكة العربية السعودية فحتى مستغربين هل عندنا مدارس وجامعات فلما شافوا جبن المشاريع هذه الجبنها استغربوا أنها أفكار متقدمة تواقب احتياجات العالم التكنولوجي فيعني أطينا طابع جميل جدا لهذا البلد كما يوم نحن نمثل البلد بالهوية الحضرامية كموسيقى أو كنوترات أو كبناء أيضا نحن نمثل البلد كعقول هذه النقطة اللي نحن أخذنا في عاتقنا لها هي نحن الآن نقوم بدور دولة في إطار رعايتنا للمخترعين كمؤسسة حضمة الاختراع وتقدم علمي وما ولدت مؤسسة حضمة الاختراع إلا بعد عشر سنوات من جهود فردية بدأت باثنين أشخاص وبعدها تراكموا والآن نغطي تقريبا مساحة الجمهورية كل المخترعين الجمهورية تحت تغطاء المؤسسة حضمة الاختراع لأنها هي المؤسسة الوحيدة اللي تشرف على وتراعي وتوجه المخترعين في إطار هذا لكن بجانب الدعم أي التشجيع الإسناد الكبير لكم هل في هناك إسناد من الدولة؟ والله ما قدرنا بصورة واضحة واضحة خلينا نكون واضحين لأن هذا الموضوع مش حاجة خاصة لبك إنما هي بداية يعني قد تكون للفت انتباه بداية عشان نقول للناس للدولة صحو نحن الآن في عالم تكنولوجي عالم متطور عالم في كثير من الابتكارات عالم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي وإحنا بعيدين عن هذا وإن كان الوضع مزري نوعا ما في الوطن خلينا نكون واضحين لكن لا لابد أن يكون فيه هناك لفت انتباه لهذا جاء هل الدولة قدمت لكم شيء؟ بكل صراحة نحن نشوف وجدنا أنفسنا فيه بيئة هذا ووقعها الحقيقي وادركنا أنه الأحلام الزايدة عن اللزوم أو أن النتائج المتوقعة لا بد تكون محدودة ومقاسة نحن كنا نخرج من الطائرة أثناء التكريم إلى القصر الرئاسي فتح بواب القصر الرئاسي وتكريمنا من رئاس الجمهورية يعني تخيل حتى العافش حقنا هو يجبونه لنا بعدين للفندوق لكن كان تكريم بالنسبة لنا معنوي كرؤساء ومحافظين سابقين ومدراء عموم ووزراء رغم ذلك ربطنا ما قطعنا الطريق نحن معهم ربطنا علاقة جميلة جدا كمخترعين مع السلطة مع القيادات مع المجتمع المدني أدركنا أنه لابد أن نحن نساعد الآخرين على استيعاب هذا الفياني لو دخلنا الصدام أنهم ما كرموا نحن بدرع قيمته خمسة ألف ريال يمني والله بمبلغ يتجاوز الخمسة وعشرين ألف يمني مثلا لبعض المخترعين مش قصي على التكريم المعنوي قصي على أنه فيه هناك موازنة خاصة للاختراع تسلم لموسطة حضر موت للاختراع والابتكار هل هذا الشيء موازنة؟ لا ما مش هل هناك مثلا شراكات بينكم وبين دول أخرى تساعد فيها الدولة عبر وزارة الخارجية علشان تبنون بينكم وبينهم علاقة وبنتحدث أكيد على موسطة حضر موت للاختراع والتقدم العلو لأنها تعتبر ركيزة مهمة جدا لابد أن يلتفت لها أو يأخذ بعين الاعتبار لها حتى ننمي فكرة الابتكار الاختراع التقدم العلمي أيضا في الوقت الحالي في اليمن بشكل عام قلت لك نحن فكرة الاختراع هي جات يعني كأنها شيء جديد للمحافظة ورغم أنه فيه كان وجدت مخترعين يعني ماتت أفكارهم في أدراج وزارات الصناعة وزارات التعليم العالي فرجعنا أدركنا أنه لا نحاول نستوعب المجتمع اللي حولنا أن المخترع شيء مضاف شيء جديد للبلد كأنتاج كمشروع كأفكار حتى كجانب معنوي لما نحن نقول أنه كل هذا اللي موجود حولنا هي صناعة غربية وأجنبية إيش قدمنا نحن العرب والمسلمين رغم أنه عندنا حضارة كبيرة جدا لكن طمست خلال السنوات الماضية ورجعوا لشعوب مستهلكة نحن الآن أدركنا أنه يتحتاج السلطة المحلية أنها ترتقي إلى معرفة أنه هذه الفئة مهمة جدا وأيضا تحتاج المجتمع فماشاء الله كان فيه بيئة مهيئة جدا حتى ما وصلوا لكل الدرجة أنه قدرنا نقنع رأسة الجمهورية تصرف نحن أرضية على خور المكلمة وهذا يعتبر إنجابس كبير رغم أنه حتى الآن لم يرى النور بسبب عدم وجود الموول الأساسي للتمويل هذا المستثمرين فجلبنا كثير من المستثمرين بس كان توضع البلد من التغيرات هذه الأمنية وتفرض للمستثمر مخاوف كثيرة فيوضع قيود له من قبل السلطة المحلية أو من قبل مكتب العقار أو مكتب الأشغال طيب قيد هذا المستثمر على أن يطرح أمواله في مشروع اسمه برج الاختراع اللي بتبخربه مدينة المكلة كواجهة لما نحن نتكلم عن حصن الغوازي قصر سيئون أيضاً لابد يكون لنا معلم تعليمي نتكلمه حتى لو كان هذا المعلم ممكن يكون مركز دجاري لكن يدر دخل لمصادر تمويل نحن بغينا نوصل السلطة تحت غطاء السلطة هذا الموقع ملكهم نحن نجيها فقط إشرافيا حاولنا بقدر مكان نوصل لهم فكرة أنه اليوم نحن استطعنا من بعضها في الفترات الأولى أن بعض رجال العمال استطاعوا أنه يمدوا نحن ببعض المشاركات الدولية كانت مكلفة جداً الدولة ما تساهم بتذكرة واحدة من هذه المشاركات إلا ما ندر في يعني عن استحياء لكن بعد من قبل كان استغلينا أيضاً أو استفدنا من تجار الحضارم اللي يحبوا هذا المدينة وقدموا تسهيلات كثيرة في مشاركاتنا الدولية والله ما من قدر كنا نوصل أن توصل أفكارنا إلى ألمانيا إلى الكورواتيا إلى الكور الجنوبية وبعدين عن طريق هذه الأمور يعني ارتقينا نحن بالمجتمع اللي حولناه من رجالة عمال من سلطة من أفراد أنه لا فيه كيان بالفعل يستحق لناه فالكيان هذا مش مكووم من فهد بعشين وهاني باجعاله عندنا كان طموح أنه يا ريت كتير من شباب يكونوا أصحاب الأفكار يكونوا الآن تخيل من تنين أشخاص من مهندس كان يشتغل مسجلات في مسجد عمر وهو هاني باجعاله ومن شاب مثلا جالس في بيته يقربع ومحل داريبه إلى أكثر من خمسمائة مخترع ولازالوا مخترعين الآن نشوف يتواصلوا معنا من المحافظات كلها نحن الجهة اللي نوجه نعرف بالفعل هل يستمر هذا المخترع في مشروعه والله يعيش في وهم هل هل الأخترعات بالفعل جديدة أو إنها تضيع وقت بدأنا نركز على الأهم في الأهم مثل مشكلة الطاقة ومشكلة الوقود دخلنا في أشياء كثيرة يعني بحيث أنه عارفين معاناة البلد وين نحن بل نعيش بدأنا الآن لما رحنا خرجنا خارج الوطن أدركنا أن البلد فيها خير كبير جدا كأرض كإنسان كمقومات تروى حقيقية غير عادية فوضعنا وجدت الآن في المرحلة القادمة كنت أكتب عشرين سنة خبرة في مجال الاخترع لو دخلت المطبخ فطلع لك من الكوب هذا عشرين اخترع جديد أصبح عندنا الاخترع زي الكيف والمزاج لكن لو تجيب عشرين مخترع لهذا العشرين الاخترع هو أفضل من أن يكون العشرين هذا الشخص واحد أو مئة اخترع فكرة إدسون والألف اخترع هذه انتهت لابد نحن الآن نقول فكرة ألف مخترع لألف فكرة هذا نحن اللي نفكر فيه فبدأنا ننشر فكرة الاخترع بحيث أن ترتقي الناس ونبدأ يعني يشعر السلطة أنه بالفعل أنه الآن معادوا نحن أفراد نحن الآن كيان كبير كبير اسمه مؤسسة حضر موت للاخترع ارتقان عليهم كمؤسسة رئيسها رئيسها أنت كان الرئيس المرحوم هاني باجعله أنا نعيبه لما وفاها الله لأجل أخذت في عاتقي هذه المسؤولية الكبيرة تخيل لا ميزانية تشغيلية لا حد يغطي لك رواتب الموظفين معانا كثيرا فارجعنا نحن أوضعنا طرق جديدة سونا معاهد سونا مدارس بالمساهمات الشخصية للشباب عشان نغطي مصاريفنا من بكرة نحن نقدر نقفل هذه المؤسسة لكن أدركنا أن نحن الآن جهد عشرين سنة بيضيع وبدينا نرجع إلى مربع الصفر ولن نوصل إلى المرحلة اللي نحن أبغاناها بس مو عندنا أمل كبير وشعور أن نحن بنوصل بنوصل قادرين بإذن الله هذا اللي يخليك يوصلك لنا ندمجنا فكرتنا في الجامعات ندمجنا في المدارس وجدنا أن المدارس الأهلية هي الخيار الأول ليش؟ لأنه هي مصدر استدامة بالنسبة لنا وللآمر يدرس ابنه اختراع و جانب علمي و جانب برغبة منه برغبة منه و بمساهمة منه لكن لو قلت له فتحت له صندوق لدعم المؤسسة الحمضة لا يريد ودعم يمكن حتى ريال واحد أو عشر ريال في صندوق لكن لا الآن ساهم بابني ابنك من الرياض الأطفال إلى الجامعة على مشروع كبير قادم هذا التغيير في الإنسان هو براءة الاختراع يعني الحاجة أم الاختراع نحن حاجتنا لصناعة فكر أكثر من صناعة آلة وصلنا نحن نحن تياوزنا قدراتنا العلمية نعم وتياوزنا قدراتنا المادية والله أشعر بيد المرحوم هاني بجعله يوم كنت في الأرباص والطائرة أسلاك عادة اللي دخلنا يقول لي شوفه وهم الناس يشرحون نحن قال لي شوف ما وصلنا إلى هنا الا بالمشروع اللي معك بعلم لو شوف كتير من يمكن التجار ما وصلوا لمواقع اللي ندخلناها ما صنع الأرباص ما صنع سري حتى الألماء نفسه ما يقدرون ندخلونه نحن بس صنع وأدركنا أن العلم يفتح بواب لا المال ولا السلطة يستطيع أن يفتحها وبغينا نوصل فكرة للجيل القادم أنه فيه أمل كان هدف الساعة ساعة الباجعالة ليست مجرد فندق أو مبنى فوق رأس الجبل كان فكرة أنه ابنك لما تشله يتمشى في خور المكلة بكرة أو في مدينة المكلة تقول له هذا فكرة شاب من هذه المدينة زرعها عشان نسمع مشروع قادم للبلد رؤية زي برج إيفل برج إيفل قطعة حديد الآن عشان تحصل على زيارة بس لهذا البرج في رأس البرج تحتلل إلى ساعتين تمسك طابور ويدور دخل ملانين الدولارات بسبب السياحة الموجودة الفكرة قد تكون قيمة مالية قد تكون قيمة معنوية قد تكون اسم كبير لهذا الوطن بالفعل مهندس فهد فاصل بس قصير ونرجع لك مرة ثانية علشان نستكمل هذا الحديث الشيق هذا الحديث اللي مليان طموح مليان إنجاز ومليان رغبة بأن نستمر في هذه الحياة فاصل ونعود لكم مرة ثانية موسيقى رجعنا لكم جديد في بودكاست قبل الفاصل كنا في لحظات من طموح لحظات من الرحلة اللي عاشها المهندس فهد عشم وفي نفس الوقت هناك نوع من الألم الحسرة هناك نوع من الرغبة في أن يكون واقع الاختراع أفضل بكثير من الواقع الحالي مهندس ما فكر التهاجر دائماً السؤال هذا يتكرر من قبل الناس المشجعين وفي نفس الوقت المدركين حققت هذا الموضوع لما تتكلم قبل شوي كنت حاسس أنك أنت راضي أو أنت راضي طريق الهجرة سهل سهل جداً وفي من بيحتضن هذا القدر الكبير من العلم نحنا كان فتحة لنا أبواب كثيرة في سويسرا كان دائماً كان المشاركين الجزائريين طالبين اللجوء السياسي يدخلوا المعرض ويطلبوا اللجوء السياسي بهذا العدد فيقول للجزائري واحد من الجزائري يا أخي جلسوا إيش بسووا في بلادكم قلت لنا نحنا ما جينا من أجل أن نهرب من بلدنا رغم أنك البلد ديك مهيئة جداً كتعليم كبيئة كأجالب نفسي بس تعيش وما تسمع صوت الجيران حتى في وسط الشوارع هذا لكن كان بالفعل عندنا نية صادقة ولا زالت قايمة إن إذا كل واحد قال المسابي واروح ومع الشداعي والبلد ما تخارج بالكاد واحد يأكل يعيش أسرته يعني خلاص بنبقى نستمر في هذه المأساة وبتظل البلد في مأساة ومعنا لكن نحنا كنا على أساس أمل ولازلنا قايمين قلت لهم نحنا حتى لو نشرب كوب شاهي مع روتي في بلادنا نعيش في بلدنا هذه لكن نقدم شيء هو أفضل لنا إن نحنا نروحناك ونعيش في أحضان الغرب ونموت آخرها عند المدفئة حق البرد والثلج مستني يومك إنك تنتهي وانتهت الحياة في هداك المناطق اللي ما يدري الإنسان وين بيكون لكن يعني لابد تعمل الأسباب ما دام تعمل الأسباب ومن تجالس نايم في بيتك أو يعني تستخطو خطوات ممتازة فأنا عرفنا بعد عشرين سنة أدرك إن قلت لك إنه هي مجرة فكر واعتقال كنا مدركين كلنا إنه السفر إلى السعودية يولد تروى حقيقيا فأرسلنا أبنائنا في حضرموت إلى مناطق إلى الخليج عشان يعيدوا يعني يساعدوا أهاليهم في هذا لكن في النهاية النتيجة النتيجة هي واحدة النتيجة إنه لن يعودوا بصناعات لن يعودوا بفكر يعني ربما نقول نهضة للاستثمار إلا بمحدود لهم تأثير كامل في هذا المجال لكن وين المصانع؟ لو راحوا وسفرناهم الصين ورجعوا من الصين كانوا يمكن كل واحد سواء له مصنع في هذا البلد وقدرنا نزل وطبعا هي البيئة هي ليست مشجعة لا أي استثمار حتى العايد يقول لها خلنا نرجع تاني مرة وأبضل من ما فيه لكن نحن خلاص وضعنا طريقنا في هذا المسار نعم ومدركين إنه البلد تمشي بتقدم بأشياء كثيرة تتغير فيها خلال سنوات من جانب إنشائي من جانب مشاريع لكن لازمنا في موضوع أن نحن هل نوجد مشروع كبير يغير في مبدأ التعليم يغير في مبدأ التكنولوجيا والصناعة موجود لكن هل نحن مستعدين له مش مستعدين دائما نحن ننظر إن نحن مش أصحاب قرار وإنما أصحاب عمال عند الآخرين حتى في بلدنا عمال فالبكرة إن شاء الله بتشوفوا إنه ربما في الجيل القادم لابد إذا نحن تعاون المجتمع كلهم بتشوفوا إنه فيه تغيير حقيقي إذا اشتغلنا على الجيال الجديدة الأجيال الآن الحالية معدورة 100% من الظروف الموجودة الحالية فيها ما تستطيع أنها تغير من يوم وليلة لكن تحاول بقدر الإمكان بقدر ما كانت هي موجودة عليه نعم في يوم سمعت أنه في زيارتك لأحد المعارض شخصيات كان فيه هناك يعني شخصية كذا ملهمة بنسبة لك بروفيسور ألبريت إنشتاين كان أيضا كذا لو وقع في قلبك ولو كذا الشي معين مقولة حاضرة في دهنك حكي لنا على هذا الموقف والله نحن رحنا كثير من شباب إلى المعارض هذا حق المجسمات كثير منهم نتصور مع لاعبين كرة القدم ورؤسة دول من ضمنها الملكة الزبت كان موجودة بس أنا مش المود هذا اللي نعم فما حصلت الزاوية الوحيدة هو إنشتاين كان مودج لجانب التعليم وهذا فكرة لما تكون أخذت لقطة معه في هذا المكتب وهو جالس رسالة للشباب إنه كله ده يعني التعليم هو أساس كل شيء عبر التعليم بيتحقق الصحة بيتحقق الأمن بيتحقق أشياء كثيرة تكنولوجيا أشياء كثير من لو غيرنا فيها مبدأ لكن هو سياسة الوضع اللي كان وأن التعليم تأنهار تدرجيا بالسنوات القادمة والماضية يشتغلوا في هذا الموضوع بسبب أن نحن مش مدركين أنه أن الوضع هذا يحتاج إلى عادة النظر في هيكلة التعليم من جديد وليس بالطريقة التقليدية اللي كان يمشي عليها نستفيد من تجارب اليابان نستفيد من تجارب دول المجاورة اللي اشتغلت في هذا المسار ويتحقق النتائج جميلة تجربة ماليزيا مش عادية في هذا الموضوع وبساطة جدا يعني ممكن نحقق تغيير حقيقي وتغيير آليات التعليم وبتنجح للمشروع جميل نعود إلى الاختراع إذا بنعرف المخترع ما نقول والله هذا الشخص شخص ملهم يعني شديد الملاحظة صاحب احساس احساس يشعر بالمسؤولية يعني معظم الاختراعات جاءت عن معانا الناس تنظر للمعانا وتقول خلاص هذا قدري لكن لا هو ينظر للمعانا ويبدأ يعطي فرصة للحياة أكثر المخترعين هم أصحاب يعني تطور يعني مشاريع التكنولوجيا كلها وجاء وجود فرص عمل يعني وجود اختراع جديد يعني وجود عمال آلاف العمال الجديد اللي بيشتغلوا في هذا المساء الآن أمريكا والصين تتصار على إيش اللي تشوفوا الكلام اللي موجود الآن الصراع الأمريكي الصيني هو صناعات براءة الاختراع هذا الميكروفون كان مسجل مثلا ببراءة الاختراع أمريكية وكانت الصين هي دولة مصنعة لبراءة الاختراع الأمريكية بدأت الصين تفكر ليش أنه ما يكون الميكروفون هذا هو اختراعي سوى التعديل بسيط إذا أنت مثلا طويل طلع الميكروفون لحاله إذا أنت قصير ينزل لحاله من غير تعديله هو يضبط أموره فسجل براءة الاختراع جديدة وتم تصنيعها فتنتج الصين مئات براءة الاختراع سنويا طبعا هذا كانت حتى المصاصة حق العصير اللي تشوفها هذه كانت تساهم في اقتصاد أمريكا مسجل براءة الاختراع أمريكية وأي مصنع تشوف يصنع في العالم هذه المصاصة يدر دخل لأمريكا لهذا المشروع فرجعت الآن معظم براءات الاختراع والإرادات المالية رجعت الصالح الصين فمشكلتهم الآن في موضوع براءات الاختراع فوجود براءات الاختراع يعني وجود مخترعين وجود مخترعين الاختراع تشوفه الإنسان ملهم ويحتاج إلى بلد أو مؤسسات تعليمية تساعد هذا أنه يخرج لنا فربما ما يكون هو صاحب مصنع للسيارة أو مصنع للتكنولوجيا لداخل السيارة وإنما هو صاحب الفكرة والتقنيين بعدين يقوموا بإضافة العمل الآن أصبح عمل تيمات في أفريقا وليس عمل أفراد نعم طلعنا ألمانيا وكنا يبحثون عن تقنية كيف يوجدون الأشخاص تحت الأنقاض في أكبر مراكز الأبحاث في ألمانيا في نورنبرغ فوجدنا أنهم كانوا يبحثون عن الإنسان تحت الأنقاض بالجوال أوه كيف؟ بالجوالات وجود جوال معك كيف كيف بالجوال يعني؟ يعني أحصل إنهيار زلزال وسقط المبنى وأنت جوالك برفقتك تستطيع أن يوصلون لك عن طريق توال عن طريق الجوال نعم لكن اندهلوا لما شافوا نحن هو كان الجوال يحدد موقعك بس طمام لكن ما يقدر يحدد إنك حي والله ميت نحن الخاتم اللي طرحناه الفكرة اللي قلنا لهم إننا شغالين فيها كان يحدد إنك حي واسمك منه يعني بياناتها جميع حتى اندهلوا دخلنا شركة فليبس شركة مشهورة في صناعة التكنولوجيا والأجهزة الطبية وقترحنا لهم الدكتور هذا الطبيب حق الطائرات الكرسي هذا فاستغربوا إنه أفكار من هذا البلد اللي ما تملك مصانع طيران ولا مصانع الشركات النتيجة منها نحنا استشعرنا المشكلة واستفدنا من بعض الإمكانيات وطرحناها في نموذج جديد قيم في المنحنا أوكي ما في جهاء تستطيع تقييم اختراعاتنا داخل الوطن العربي للأسف نعم 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 بسبب ضعف التقييم خرجنا إلى خارج الوطن إلى سويسرا ألمانيا بولندا كوريا جنوبية قلنا تعالوا قيموا أفكارنا خلها يقولوا إننا هذا كلام فاضي فأحيزت الميداليات الدهبية والفضية وفي الكويت حصلنا على واحد من الجائزة الأولى المعرض للكويت الدولي الاختراع خمسة عشر ألف دولار لواحد من المخترعين ماشر وهو رغم أنه تخصص انجليزي الاختراع لا يعتمد على التخصص الهندسة ولا يعتمد على قتلك الشخص الملهم استشعر بالمسؤولية يشعر بالمشكلة وفي مشكلة يعارجها ويبدأ يعصف يسوي العصف الدهني أو للفكرة ويحصل جهة نحن أصبحنا كثير ساعدنا كثير المخترعين أدركنا إنه الآن صح ما قدرنا نوصل للمرحلة اللي نحن بغنها لكن أصبحنا الجهة اللي تقيم براءات الاختراع أتحدى أي جهة موجودة في الجمهورية تستطيع تقولك هذا منتج في نوع من الجدية لأنه زرنا معارض مطلعين على آخر النتائج وعارفين إنه إيش الحلول البديلة موجودة والاختراعات المتشابهة قدرنا نوجه من غير أنانية وطمع من غير مناخد أفكار الآخرين وفيه أمانة وشفافية لأن أن يولد مخترع جديد هو أكبر إنقاذ لنا من الاختراع اللي بينتجون هذا هو الأهم عندنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر